السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني الأعزاء في قناة نانية لايف معاكم حنان عادي مدربة تنمية بشرية. النهاردة هتكلم على الجانب المظلم. كتير مننا بيعمل تشافي وممكن ما يزبطش معاه التشافي. لأنه مش واخد باله من الجانب المظلم اللي فيه. أو مش واخد باله بمعنى صح من طفله الداخلي. تشافي الطفل الداخلي لجواك محتاج للحب لأن الحب طاقياً بيحاول الألم إلى حكمة وبيحاول الخوف لروح السكينة. الحب بيحاول الطاقات السلبية لطاقات إيجابية لأن الحب أعلى طاقة وبيقدر يحاول الطاقة السلبية الإيجابية. لما تتشافه هتلاقي الحب والحرية والسلام والسكينة. ولازم تفهم كويس جداً أن المرء يرى الناس بعين طبعه. هنتكلم النهاردة وهنشرح كل ده إن شاء الله في الأوديو. ده ما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش اللي مشاركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم الأول ونقول مين اللي اكتشف أو اخترع فكرة الجانب المظلم ده هو العالم كارل يونج. إيه هو الجانب المظلم ده؟ هنتكلم ببساطة كده وهقولك الجانب ده إنه فيك. ولكن أنت دايماً تقول ده مش أنا. ولكن ده مش معناه إنه هو طالما أنت أركرته إنه هو راح منك. لأنه هو معاك. معاك زي زلك. ما بيفرقكش أبداً. طيب أعرف الجانب المظلم ده فيه ولا لأ؟ من إيه؟ هقولك. أول ما تلاقي نفسك بتحكم على الآخرين بعنف. أول ما تلاقي شيء من الآخرين بيستفزك جداً جداً. وهنا تعرف إن الشيء ده موجود عندك. موجود فيك. موجود فيك أنت. وإنت للأسف مش واخد بدك منه. ومش عارف. طيب هقولك مثال. مثلاً. شخص بيجدب. أو شخص أناني. أو شخص متنمر. أو شخص بيحكم على الآخرين. وهنا نازم تتخلص من الجانب المظلم ده. شيئاً فشيئاً. ابتدي اعمل تأمل واسترخي. وخد نفس تنفس شهيك وزفير. وابتدي تكلم معي. وابتدي بص على الجانب المضيء فيك. وعلى الجانب المظلم برضو. بص على الاتنين. لأنك لما تعرفه وتحط إيدك عليه. كده أنت هتكون إنسان متوازن نفسياً. لأنك احتضنت الجانب المظلم اللي فيك. اتكلم مع نفسك. لأن نفسك هي اللي هتدلك عليه. وناخد بالنا كويس. إننا كل ما بنتجهله. أو نرفضه. نرفض الجانب المظلم اللي فينا. بيزيد. مش بيقل. ما ينفعش تبص على نفسك طول الوقت. إنك إنسان مثالي. وما بتغلطش. أو إنك تقول أنا إنسان طيب. وليه بيحصل معي كده. وليه حصلي كده. وتعيش دور الضحية بقى. وصيب الجانب المظلم اللي فيك. اللي مخليك بتقع في مشاكل كتيرة جداً. علشان أنت بتنكره. طيب إيه هي المشاكل اللي بتقع فيها لما ما بتعرفش الجانب المظلم. أو ما عندكش وعي بيه. طول ما انت مش عايز تشوف وقعك الحقيقي. مش هيتم معاك عملية التطهير للنفس. اللي هي التشافي. لأن النفس نفسها مخبية بلاوي كتير جوه. مخبية بلاوي ورفضة تشوفها من مش كده بس كمان. الخطورة الحقيقية هنا. والأفضع. إنك بيبقى عندك الأنا. الإيجو. والغرور. والعجرفة. لأنك رافض تشوف حقيقة وقعك. لأنك باصس على شكلك الاجتماعي بس. وشكلك قدام الناس. وشكلك طبعاً أنت عايزه يكون جميل. ومنمك. وشخص ما بتغلطش. وإنك مثلاً شخص صادق. ما بتجدبش. وما بتحكمش على حد. ولا بتتنمر على حد. حاجات كتيرة جداً. وطبعاً نيجي هنا لأهم نقطة. لازم نفهمها. إن الجانب المظلم هو شيء مش فردي. لأ ده شيء جامعي. بمعنى أن في حياتك الاجتماعية أو العاطفية أو العائلية. الجانب المظلم ده بيسبب لك مشاكل. وتبتدي في عملية الإسقاط على اللي حواليك. سواء أصدقاءك أو أهلك أو زوجتك. أولادك أو شريك حياتك بمعنى صح. أي شخصة حواليك أنت بتسكت عليه. وهنا الصورة المزيفة بتكبر وتكبر. لأنك مش شايف غير نفسك. لأن أنت إنسان كويس. أنت شايف نفسك كده. أنا إنسان كويس. أنا إنسان ما بغلطش. ودي حالة من الضعف. لأنك رافض تشوف الجانب المظلم فيك. علشان ما يحصلش عندك رافض للذات. ورفض نفسك. والشخصيتك. ولأنك مش عايز تشوف حقيقتك. وده منتهى الضعف. لأنك مش شجاع. الشجاعة الحقيقية أنك تواجه الألم والجروح. مهما كانت صادمة لك. في كلمة دايماً بنقولها البعض. خليك واقعي. ودي طبعاً مش معناها إنك تخليك في واقعك الظاهري. لأ. لأنك لازم تشوف واقعك الداخلي. وتواجهه. مثلاً. لو أنت شخص بيجدب دايماً. ومن وجهة نظره. إنه بيجمل شكله. إن الكتبة دي لمجرد التجميل. لازم تواجه نفسك. وتقول لها. آه أنا بجدب. وتبتدي تشوف البرمجة الداخلية عندك. اللي خلتك تعمل السلوك ده. وتكتسب الصفة دي. ما هو أنت مش مولود بيها. لأ. أنت اكتسبتها من الآخرين. أو من بقتك المحيطة. وهنا تبتدي تغيره. تغير السلوك والصفة دي. وتمشي في اتجاه الصدق. تكون صادق أولاً مع نفسك. لأن نفسك زعلانة منك قوي. وبعدين تكون صادق مع الآخرين. بعد نفسك. مثال تاني. لما تيجي تحكم على شخص. أي حكم مثلاً. الشخص ده مثلاً فاشل. أو الشخص ده أناني. يبقى لازم تبحث جوه نفسك. الأول. فين الجزء الفاشل فيك؟ أو فين جزء الأنانية. اللي موجود فيك. لأنك طالما شفته. في الشخص الآخر. يبقى أنت عارفه. يبقى هو في شخصك أنت. وإنك مش شايفه. لأنك عمرك ما هتشوف عيب في غيرك إلا لو كان العيب ده موجود فيك. علشان كده أنت حكمت عليه. زي ما قلتلكه في الأول. المرء يرى الناس بعين طبعه. لازم تتأمل وتسترخي تماماً وتسأل نفسك تاني. بهدوء. فين الجزء اللي جوه مني ده؟ فين الجزء اللي مخليني بحكم على الآخرين؟ وتحاول تدور وتبحث جوه منك. لأنك هتلاقيه. هتلاقيه موجود نتيجة برمجة أنت تبرمقتها من سنين طويلة جداً. هنيجي بقى عند نقطة مهمة جداً جداً. ودي بتهم ناس كتير جداً. في العلاقات العطفية. لازم تعرف أن الأشياء اللي بتعجبك وتبهرك في الشخص اللي بتحبه هو ده الجانب الرائع اللي عندك. الجانب اللي بيميزك أنت وموجود فيك أنت. والأشياء والأفعال اللي بتستفزك من الشخص ده برضو هي دي الجانب المظلم اللي فيك اللي أنت مش عايز تشوفه ولا توجهه ورفضه. ومن هنا تعرف أن تكون شايف الجوانب المظلمة فيك وبيجيب لك أشخاص يظهرها لك. عن طريق زبزباتك. أنت بتجذب ليك الشيء اللي أنت رفضه. الكون ملوش علاقة. أنت واعي لجانبك المظلم ولا مش واعي. الكون بيطلع لك أحداث كتيرة جداً. تحاول تفوقك وتشوف أنت فين الجانب المظلم اللي فيك. بدليل أن أنت بتسأل نفسك دايماً وبتسأل اللي حوالين منك. هو أنا ليه بيحصل معايا كده؟ لما يكون أنت عندك المشكلة دي وقائمة معاك لسنوات. لازم تسأل نفسك ليه بيحصل معايا كده؟ ليه بتتكرر الأخطاء دي معايا كده؟ وتبتدي تبحث عن الشيء اللي أنت مش فهمه ولا عارفه بداخلك. كتير زي ما قلتلكم بيعملوا التشافي ومش قادرين يحطوا قديهم على الجانب المظلم اللي فيهم. وهنا ما بيعرفش يتشافى كاملاً. كتير مننا بيدوروا على رسالتهم. ورسالتكو هي مش مجرد كلمة لأنك لو عرفتها بدون تطهير النفس وبدون الارتقاء في الوعي فأنت للأسف هيبقى ملهاش أي قيمة لأن ما ينفعش أن أنت تبقى معاك رسالتك وتقوم بيها وإنت شخص بتكذب على نفسك قبل ما تكذب على الآخرين. مهم جداً برضو أشرح لكم نقطة لأن دي هتفدكو في موضوع العلاقات العاطفية وموضوع كون إزاي بيجذب لكو الأشخاص اللي أنتو بتكونوا رفضينهم. مثلاً واحدة تعرضت لموقف شافيته زمان مثلاً موقف خيانة فهي رفضة الخيانة وتقول أنا مش هرتبت أبداً بشخص ممكن يخني. ومن هنا للأسف هي بتجذب ليها الأشخاص اللي بالفعل يفعلوا عندها القلم ده ويخنوها. لأن الشيء اللي أنت خايف منه عن طريق زبزباتك الكون هيجذبه لك هيجذب لك ناس على نفس مستوى زبزباتك فناخد بنا كويس قوي من نقطة دي. طب هو بيجذب لك الأشخاص دي ليه؟ علشان يقلمك وبس؟ لا علشان أنت تعمل تطهير للنفس وتكون متصالح مع نفسك ويكون عندك سلام داخلي ولأن الكون ربنا خلقه متوازن ويكون عايز التوازن عايز الإنسان يكون متوازن نفسياً ونفس الشيء عن مثلاً الشخصية اللي بترفض أنها ترتبط بحد بخيل مثلاً تمام؟ لا أنا لايمكن ارتبط بأي حد يكون بخيل ماشي مش هتلاقي غير البخلة للأسف لأن أنت خايفة من الشيء فالشيء اللي بتخافي منه هو اللي بينجذب لك فلازم نتصلح مع أنفسنا ولازم نفهم النقطة دي كويس جداً نخلي بالنا من أفكارنا ومن زبزبتنا لازم تحترم الجانب المزلم فيك ولازم تبقى عارف أن قدرتك على رؤية الجانب المزلم اللي عندك متوقفة على قدرتك لتقبل نفسك أولاً قبل الآخرين يعني لما حد يجي يقولك أنت كذاب مثلاً فهنا لازم هيكون ردك التلقائي لو أنت متصلح مع نفسك هتقوله تمام طيب أنا كدبت طب كدبت في إيه ممكن توضح لي ممكن تفسر لي هتلاقي نفسك مرن هتلاقي نفسك مش واخد الموضوع بين فعلات ولا عجرفة ولا على عصابك في الآخر اللي أنا عايز أقوله لكم إحنا بشر فينا الجانب الكويس وفينا الجانب السيء فينا الخير وفينا الشر ربنا جايبنا وعارف أننا ممكن نخطأ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أخفر الزنوبة جميعاً فاستغفروني أخفر أخفر لكم وده توضيح من الله عز وجل للضعف البشري ومن نعمة ربنا علينا برضو لازم ناخد بلنا كويس جداً استغفروا ربنا إنه غفور ورحيم تقبل نفسك وتقبل أخطائك وتصلح مع نفسك لأن الشخص الصادق فعلياً اللي بيكون عارف نفسه سواء كذب فهو كذب وكذب في إيه ويقدر يعدل من سلوكه ويواجهه ويتقبله وبكده أنت هتكون صادق مع نفسك فلازم تتقبل نفسك تتقبل نفسك اللي جواك وتبقى عارف كويس جداً أن أنت بعد ما هتتقبل نفسك وهتتصلح مع نفسك وهتصلح من عيوبك وهتكون متوازن نفسياً أنت كده هتستريح ووعيك هيرتقي وهيرتفع أشكركم جداً وتنسوش اللايك والشير وتنسوش الاشتراك ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته